طب اسمحل ان احنا ناخد شاهدتك على 30 يونيو بشكل مختلف شوي لانه انت في النهاية تعبير عن جيل عن فكرة عن ثقافة عن طيار حتى سياسي له رؤية من البداية في جماعة الاخوة متى تكون وعيك وادراكك بخطر هذه الجماعة يعني اعتقد انه هو تكون من بدري جدا لان انا دخلت انتخابات ضدهم في الجامعة كان دايما قيمة الجماعات الاسلامية والاخوان وقيمة المواليين للنظام تبقى موجودة وفيه في الوسط كده الطيار الماصري واليساري والشيوعيين والحاجات دي كلها انت عارفها يعني وفيه طيار كده في النص دايما موجود وما بيكسبش انتخابات ويا اما الجماعات الاسلامية كانت تكسب الانتخابات انت فاكر في التمانيات الكلام طبعا ده وقائع مش بنتكلم على يا اما الطيار الموالي للحزب الوطني مثلا او للمظام هو اللي بيكسب كنت انا استثناء بقى كسبتهم الاثنين وبقيت رئيس الاتحادة الله بالجامعة اشتبكت معهم اشتبكات هائلة من اول اعدادي هندسة لغاية ما اتخركت كنت هندسة القهرة كنت هندسة شبرة جامعة الزأزين فالاشتباك بتاعي كان في الاول اشتباك انتخابي ما بين ناس ضدك ولازم تبقى فاهمهم حركة اذا جاز التعبير يعني فكان لازم افهمهم فبدأت اقرأ ادبياتهم يعني انا بداعي ان انا قاري ادبيات الاخوان برسائل حسن البنة بكل كتب سيد قطب يعني كل ادبيات الجماعة ذكرتها كويسة ورجعت للاصول يعني حتى لما سيد قطب واخد من ابو الاعلى المودودي رجعت له ورجعت من ابو الاعلى المودود رجعت لابن تايمية يعني سلسلة اه فكرة الطيار اللي هو او الطيار الفكري المتطرف في الفكر الاسلامي درسته كويس قوي وفهمت الاخوان المسلمين يعني حالة الصراع اللي كانت على الارض في الجامعة هي اللي دفعتك تروح بقى للمرجعيات بتاعتك مرجعيات الفكري مرحبا صحيح وهنا كان فيه دايما اراء كده وسطنا حتى في الطيار اليساري يعني يفرقوا ما بين الإخوان وما بين بقية الطيارات الجماعات الإسلامية المتطرفة وبتاع انا كنتش بفرق لان انا كنت راصد جملة جماعة الإخوان المسلمين من غير بقى فازدك كلمة جماعة الإخوان المسلمين يعني ما دونهم مش جماعة مش جماعة الإخوان المسلمين بالزبط بيخرجوا عنك وكل اللي يقول لك ان التطرف بدأ من معالم في الطريق وسيد قده والكلام ده وان حسن البنة وما قبله كانوا مش عارف ايه ودعالة قضاء زي ما أبقى قاله الهضيبي الهضيبي والكلام ده كله انا بسميه شغل سياسة حصل لكن في أصل الجماعة نفسها تكونت على فكرة ان دي الجماعة الإسلامية البزرة الأولى تقول دين الجماعة وما دونها غير مسلمين وما دونها غير مسلمين كده بالشكل الحاد اللي قاله سيد قد في معالم في الطريق نحن نعيش في جاهلية أشد من جاهلية ما قبل الرسول وقال أبد أن نعرن استنى من جديد قاله في معالم في الطريق قاله بالشكل المفتوح ده الإخوان المسلمين ما قالواش بالشكل المفتوح ده بس كل أدبياتهم وممارستهم بتقودنا لده بتقودنا لنفس الجملة اللي قالها أو نفس الفكرة اللي قالها وكرستيها سيد قد واستمرت بقى علاقتي بهم كانت علاقة صراع طول الوقت من الجامعة دخلت بقى الفن ترجمة نانسي قنقر